اشتركوا في القناة استعرضها مجلس النواب في جلسته الثالثة والعشرين من الدور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس برئاسة معالي السيدة فوزياب بنت عبدالله زينال رئيسة المجلس التي تعنى بردود أصحاب السعادة وزير التربية والتعليم ووزير العمل والتنمية الاجتماعية على الأسئلة النيابية التي تقدم بها أصحاب السعادة النواب من أجل تطوير المنظومة التعليمية واستفادة البحرينين من معارض التوظيف اليوم حضرت لكي أجاوب على سؤالين الأول يتعلق بماذا قامت به وزارة التربية والتعليم على صعيد تطوير المناهج وتطوير المنظومة التعليمية بشكل عام وقد جوابت وبينت أيضا ما تقوم به على صعيد التعليم خصوصا في مجال التمكين الرقمي يبدأ من مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل بعد ذلك أجبت أيضا على سؤال عن معهد التدريب وبينت البرامج للحديث التي يطرحها معهد التدريب وأن هناك 16 برنامج تم تسكينه اليوم كان في رج سؤال لوزير التربية والتعليم بشأن السؤال الموجه له بشأن الخطة المستقبلية لتطوير عملية التعليم عندنا في مملكة البحرين طبعا الهدف كان من وراء هذه السؤال والإجابة أن نحن نشوف إلى أين متجه التعليم عندنا في مملكتنا الحبيبة وهذه دورنا الرقابي أن نحن نشوف شنو المخرجات التي نحصلها من هذا التعليم الهدف من السؤال اليوم لسعادة وزير التربية والتعليم الاستمرارية في تطوير آلية معهد البحرين للتدريب مع جميع الوزارات المعنية والمتعاونية مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وأيضا ديوان الخدمة المدنية لمواكبة العصر السريع وتوجد له آلية صلبة لتوفير فرص عمل جادة ومناسبة للشباب البحريني في القطاعين العام والخاص ووافق المجلس خلال جلسته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون لإجراءات الجنائية وقرر المجلس الموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الشورى أن أغرار هذا المشروع بغانون يمثل إضافة نوعية للمجال التشريعي ومجال تشريعات البحرين والتسامح وحقول الإنسان الذي أرسم بداها جادة الملك المفدة حفظها الله وكان آخرها العفو عن ما يزيد على 1400 محكوم مؤخرا كما أنه يمشتل دعما لجهود سمو العهد في مكافحات فيروس كورونا حيث نص هذا المشروع بغانون على المحاكمة عن بعد والمرفعات واخذ الإفادات والشهادات المجلس اختتم جلسته بالتمسك بالموافقة على مشروعي قانون الأول بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي والآخر مشروع قانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وقرر المجلس إحالتهما إلى مجلس الشورى جدول أعمال زاخر شهدته جلسة مجلس النواب بجلستها الثالثة والعشرين والتي شهدت مناقشة العديد من القوانين والتي تأتي من التزام المجلس بالمسؤولية الوطنية اتجاه المجتمع والتي تخدم هذه المشاريع بقوانين جميع أفراد المجتمع من المواطنين وبالأخص الشباب طلعنا في المركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين